موسيقى بس عاوز أقول في يعني شيء مهم جدا أنه هذا النوع لا يخرج إلا بالصوم والصلاة فعلا الكنيسة تبتدي تصوم وتبتدي تصلي ضد الضلالات ضد الأرواح الشريرة ضد العمل الروحي ضد الجهل هالك شعبي لعدم المعرفة كيف من انتصر أحبائي المسيح انتصر بكلمة الله قال الشيطان مكتوب لأنه مكتوب لما بتستخدم المكتوب كلمة الله اللي هو ثيف الروح كلمة الله ثم الإيمان بيسوع ابن الله ابن الله مش تناسل جسدي دخيلك ده الكوش تكرره نفس القسطواني فيش مسيحي بآمن أنه الله عنده صاحبي فيش واحد مسيحي بآمن في تناسل جسدي ابن الله يعني كلمة الله من هو الذي يعني يغلب إلا الذي يؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله اللي بيغلب بيؤمن أن يسوع هو ابن الله وبهذا الإيمان تنتصر على الشيطان شيء آخر أحبائي لازم نمتلي من الروح القدس تعرفوا دايما مثلنا الأعظم يسوع المسيح فراجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وراجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل كان يقتاد في البرية بالروح راجع يعني لما انتصر على الشيطان بعد التجارب أربعين يوم أربعين ليلي كان بدون أكل وبدون شرب كان صايم انتصر بالمكتوب وانتصر لأنه كان ممتلئ من الروح القدس والروح القدس اللي كان بحرك الرب يسوع المسيح هاي الكلمة اللي بتثبت فينا بيتكلم عنها الرسول يحنى كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير نغلب بكلمة الله لأنه كلمة الله ثابت فينا إن ثبتتم فيها وثبت كلام فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم نغلب الشيطان بدم المسيح وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت دم المسيح بيرعب ثم حباء منغلب باسم الرب يسوع المسيح وهذه الآيات تصنعون يخرجون الشياطين باسمه فأنا بصلي اليوم أنك تآمن بيسوع تستخدم اسم يسوع وتتبع يسوع الرب يبركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر